إذن ارتفاع هذه الأسعار وفق منصة كوين ماركت كاب نتحدث عنه مع ضيفنا عبر أقمار صناعية من القاهرة حمدي الجمل رئيس تحريل قسم الاقتصادي بجريدة الأهرام مساء الخير أهلا بك معنا سيد حمدي إذن خلال عشرة أيام هذا ارتفاع لم يسبق له مثيل ما الذي جعل هذه العملة ارتفع؟ بداية هذه طبيعة العملة بيتكوين أنها تشهد تزبزبات كبيرة جدا وبالتالي أنا لا بد من التفرق بين العملة وبين الأداة المالية بيتكوين ليست عملة على الإطلاق ولا صح وننبغي أن نطلق عليها عملة ولكنها هي أداة مالية افتراضية وبالتالي هذه أداة مالية افتراضية عمرها 9 سنوات تقريبا ومن الطبيعة أن تشهد هذه التزبزبات ولكن السبب يكمن في أن من يريد الاتثمار في هذه العملة أو هذه الأداة الافتراضية هو الربح السريع هو التحويلات بمعنى الفرق لماذا تم اختراء هذه الأداة المالية؟ لأن وفقا لتقرير صندوق النقدة أو البنك الدولي في العام 2016 نعدي المهاجرين حول العالم حوالي 250 مليون مهاجر بيحولوا لبلدهم تقريبا 241 مليار دولار فهذه التحويلات تتحصل عليها الشركات على رسوم ما بين 22 إلى 7% فبالتالي من أراد أن يفلت من هذه الرسوم عليه أن يذهب إلى البتكيون لأنها سريعة ومهم جدا خلال ربع ساعة أو نص ساعة بيكون حاولت هذه الأموال وأنا بعيد ومأمن عن أن أدفع هذه الرسوم حتى رئيسي فيلبين طلب من المواطنيين الذين يقومون بتحويل 26 مليار دولار سنويا من حول العالم أنهم يعتمدوا على هذه العملة حتى يغربوا من دفع 2 مليار دولار تقريبا أو أكثر للشركات التي تقوم بتحويلات المالية لكن فكر الصعود العملة الافترضية أو الأداة المالية وانخفضها هذه سمة طبيعية فيها لأنها كما كل يعرف أنها غير معترب بها في جميع برصات العالم وفي جميع البنوك المركزية في العالم والذي يدخل إليها دائما الرجال يعملون مثلا في زنبابوي في نيجيليا الذين لا يسقون في المصارف والبنوك المركزية لدى دولهم والذين يقومون بتحصيل أموال بسرعة هذا هو السبب الرئيسي لأن الأداة المالية في طبيعتها تشهد التزبز الكبير وهذه عكس أي عملة أخرى العملة الأخرى لا يمكن أن تزبزب مثل هذا الرقم 6% أو 7% اليوم البتكوين وصل أكثر 18 ألف دولار ثم انخفض ثم اليوم نتكلم اليوم الجمعة عن 10.081 دولار فهذه التزبزبات دائما تكمن في طبيعة التعامل على هذه الأداة أداة مالية إلكترونية عبر الإنترنت الفترة التي يستغرقها لتستغرقها هذه العملة لأن ترتفع أو تنخفض يعني مثلا اليوم خلال 10 أيام هل تعني شيئا اقتصاديا؟ لا أموالا شوفي هذه الحجم التداول اللي تزيد عن 350 مليار دولار حول العالم هو رقم بسيط جدا لا يعني البنك الفيدرالي ولا يعني البنك الأوروبي صحيح البتكوين تساوي مثلا نتج المحل الدولة مثل العراق لكن على مستوى العالم هي لا تؤثر على الاقتصاد العالمي وهي بعيدة عن الاقتصاد العالمي لا تؤثر في سعر الفيدة صحيح البتكوين بالتأكيد تعمل عمل البنك المركزية في أنها تسحب السيونة من السوق ولكن المبلغ الذي أشرت إليه هو 350 مليار حجم التداول أعتقد مبلغ بسيط إذا أعرفنا أن التداول حجم العالم في الأدوات المالية الأخرى بتيريون وأكتر فبالتالي هذه العملة لن تؤثر ولا أستطيع أن أقول أنها هذا كل مستقبل كبير أن يستصل إلى 20 ألف دولار أو 55 ألف دولار كما توقع أو تنخفض أو التلاشى لا هي عملة أو أداة مالية جديدة فرضتها التكنولوجيا والمتتبع له حركة الأموال أو حركة البشرية في العالم يعني أن حركة البشرية والطور البشرية مرتبط بالتطور النقود كنا نتكلم عن المقايدة ثم التبادل بالمحار والقاقة عن طريق السين ثم بالأبقار في اليونان ثم إذا وصلنا إلى الزهب والفضة ثم إلى العملة الورقية التي يتعاخد من الدولة مصدرة هذه العملة بأن تدفع للذي يحملها مبلغ مما ويكون ذلك مقابل إما زهب أو عملات أو احتياطي آخر لكن البيتكوين ليست بعيدة تماما عن فكرة العملة لأنها ليست مخزنة للقيمة التي تزيل التبادل ولكنها بشكل أو بآخر من يريد أن يستثمر فيها نظر للسهولاتها لأن يريد أن يدفع ضرائب في الدولة التي موجود فيها مثل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أو يهرب أو لا يسق أو يخاف من المصدرة مثل نيجيريا أو زينباوي أو الدول التي لا يسق فيه الجهاز المركز فيها فبالتأكيد يذهب الإزلي الوسيلة لأنها سريعة ومضمونة وأمنة لا فرق بينها وبين الحساب السري أو الحساب الخاص في البنوك لكن القصة كلها تتعلق بالتحقيق الربح السريع سيد حمدي جربت استثمر بالبيتكوين لأن أنا خبير اقتصادي فأنا بعيد كل البعد باب النجار ونخلى عن مثل حتى أستثمر في الأسهم لأن أعرف أن القصة كلها تتعلق بالمضاربة بالتحليل المالي وفكرة التحليل الفني بعيدة كل البعد عن الواقع فكل الخبير أو القريب جدا من هذه الأسواق بالتأكيد لابد أن نبدأ عنها لأننا في النهاية موظفين وصحفين ليس لن نأمل الكثيرة حتى نستثمرها في مثل هذه الأمور صحيح والله شكرا من القاهرة حمدي الجامل رئيس الحرير القسم الاقتصادي بجريدة الأهرام